ممكن كنا نتكلم مع دكتور هشام ابراهيم قبل الفاصل عن مسألة المردود الاقتصادي للقرارات اللي احنا من وجهة نظرنا كم مواطنين هنشوف مردودها الاجتماعي فقط هو الحكومة بالتأكيد عينها على كلا الامضاعين معنا ازاي تعين المواطن في طالح حزمة من المساندة الاجتماعية وفي ذات الوقت ايضا ازاي ان الوضع الاقتصادي يتجه لمزيد من الدعم والمساندة علشان يستطيع ان يوجب التحديات بالتأكيد قطاعات النشطة الاقتصادي الحياة كلها بتتحرك في اتجاه الجيبي بمعنى احنا لما نشوف السياحة اللي هي بتتحرك بشكل طيب للغاية لما نشوف الصدرات السلعية على وجه التحديد الحياة كلها فيها زيادة طيب بالتأكيد قطاع البتول والغاز ما زال بيحقق قفزات كبيرة للغاية في مجال الصدرات تحولات المصدين الحياة ماشية بشكل طيب للغاية قنص السلحية بتحقق على القوام في تاريخها وبالتالي الوضع الاقتصادي بشكل عام يزداد قو على ضغم من التحديات الرهيبة اللي هي بتواجه الاقتصاد العالمي وتواجه بالتأكيد ايضا الاقتصاد المصري لكن هو يمكن الدولة كما اشهدت او الحكومة بتتحرك فيه كلا الامرين معا ازاي في اطار اصلاحات اقتصادية هامة بتتخذ فيه توقيطات دقيقة ما حدث خلال الاشهر الماضية من ساكن تحديك لسعر الصرف او اطاع بعض المحافزات لي قطاع الاصماري حياتي كلها بتصبح فيه اتجاه زيادة معدل النمو اقتصادي لانه ما لم نحافز على معدل النمو اقتصادي بالتأكيد ده هiezنهاكس ايضا مش بس على الوضع الاقتصادي لكنها هينهاكس ايضا على الوضع الاجتماعي لانه معدل النمو اقتصادي لما بيتاجر لمزيد من الادفاع ده بيبقى معناه فرص العمل بيتم تخلقها بيبقى معناه انتاج سلع وخدمات مختلفة بيبقى معناه ضغط على العسعار وبالتالي يكون فيه متناول المواطن فهي مسألة انه البعض الاقتصادي والبعض الاقتصادي الحياة كلا الأمرين معا لا يستطيع أن تتعامل معهم الحكومة بشكل منفرد بالتأكيد بتتعامل معا كلا الجانبين بالتأكيد ما تخذ من قائدات بالأمس في إطار التوجيهات السيد الرئيس بيصب في البعد الاجتماع وهذا بيصب في البعد الاقتصادي أنه هذه الأموال هذه الدخول هيعاد انفقها في الأسواق فهتنشط الطلب فهتنشط حركة الانتاج في المصانع وبالتالي ده هينشط من الدور الاقتصادية ده قد يؤدي لزيادة قادة صداداتنا يحد من الواديدات وبالتالي المنظور الاقتصادي لا يغيب عن زهن متخذ القضاء وحضرتك بتتكلم كده يا دكتور وانا مش درسة اقتصاد لكن بالشكل ده ما ينفعش يكون اقتصادهاش لدولة واخد قرارات زي دي في توقيت زي ده قبل ما عادها بتلت شهور وتنفذ وكمل فئات المستفيدة كبير المعاشات أصحاب تكفل وكرامة يعني نتكلم من الدرجة الستة دلالات هذه الاجراءات على الاقتصاد المصر خلينا نأكد على انه مصر دولة كبيرة كبيرة بحكم الجغرافيا بحكم التاريخ وكبيرة بحكم الواقع بحكم المواقع لانه الدولة اللي قامت بسورتين 11 و13 ولم تحتز الدولة اللي على مدار سمينية عوام قامت بمشارات قومية كبيرة للغاية الحقيقة نقلت مستوى المعيشة لمستوى مختلف نقلت مناخ الاسمار لمستوى مختلف هذه الدولة اللي استطاعت أن تنفق في سمينة عوام فقط ما يزيد عن 8 تريليون جنيه نقلت قطاعات اقتصادية لخانة مكانة مختلفة تماماً قطاع البتول والغاز قطاع الكهرباء قطاع البني الإنشاء والعقادية قطاع الطرق السكك الحديدية الحقيقة لما بنبص على تطور هذه القطاعات في مؤشرات عالمية الحقيقة بنفس التفارات وبالتالي هذه الدولة اللي استطاعت أن تقوم بكل هذا الأمر بما فيه قناة سويس الجديدة الحقيقة إنجازات كبيرة للغاية تمت في خلال سنوات معدودة وبالتالي الدولة اللي استطاعت أن تحقق كل هذا يمكن لها أن تواجه أي تحديات تواجه بالتأكيد بنتأثر بالتأكيد بتأثر علينا بشكل أو بآخر زي ما بتأثر على باقي اقتصادات العالم لكن بدنا تتعامل معها ودي الحقيقة من الأمور الطيبة إنه من بين أهم نقاط القوة في هذا الاقتصاد أو في هذه الدولة إنه يستطيع أن يتحمل الصدمات يستطيع أن يواجه التحديات يستطيع أن يواجه الأزمات وهو ده الحقيقة اللي بيمكننا إن احنا اكتزنا جاية الكورونا على مدار أكثر من عامين على مدار أكثر من عام حتى الآن الأزمة المشتعلة في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية عقوبات وعقوبات مضادة الطرابات في أسواق السلع الطرابات في أسواق الطاقة الطرابات في أسواق المعادن الطرابات في أسواق المال الطرابات في أسواق الدهب الطرابات في أسواق الصرف في الحقيقة الطرابات عنيفة للغاية مصرية على مناخ الاسمار على مستوى الدول ومع هذا الحقيقة الاقتصاد المصري ما زال بيتحرك بشكل طيب للغاية ما زال الاسمار بتتدفق للاقتصاد المصري سيح بتتدفق بحركة تدفق لوسي الأمور على مستوى الدول لكن ما زال مصر بتحافظ على نصبها ويمكن مش بس في الوقت الحالي يمكن ما يصدر من أو ما صدر من تقرير مؤخدا الحياة كلها بتشير لأنه مصر ما زالت بتحافظ على مكاناتها كأكثر الأسواق جاهزية لجذب السمار كأكثر البيئات المواتية أو المحابية للسمار في منطقة الشرق أوسط وداخل القارة الأفريقية وده معناه أنه كل ما أنفق من أدقام في إطار إعادة تأهيل البنية الأساسية في إطار تلبية احتياجات المستثمدين اللي تم خلال السنوات المعدودة الماضية وضعت مصر في مكانة جاهزة أن تستقبل المزيد وأتصور أنه هذا الأمر يمكن أن نشهد عليه في إطار هدوء يحدث على مستوى الاقتصاد الإعلام يعني إذا ما إنسابت حركة تدفق لوسيا ماليا على المستوى الدولة يتساون أن الاقتصاد مصر يكون من بين الاقتصادات الأسرع جذبا للإصمار وإحنا الحياة يمكن أن نشهد مؤسسات الإصمارية كبيرة الحياة بتتحضر وعينها على الاقتصاد مصري يعينها على مؤسسات المصري إحنا نشهد صناديق سيادية، صناديق خليجية، صندوق السعودي، صندوق أبو ظب، صندوق قاطع الحياة هذه الصديق السيادية بتسعى جهزة أن تحصل على فرص استثمارية جذابة داخل الاقتصاد المصر مؤخرا مصر نجحت في طرح وزارة المالية الحياة نجحت في طرح لأول مرة سقوك التمويل على المستوى الدولي وتم التغطية لها أكثر من 4 أضاف كنا طالبين 1.5 مليار وحجم التغطية تجاوى 6 مليار دولار وبالتالي ده معناه أنه المجتمع الدولي بينظر لهذا الاقتصاد على دغم مما يعجب من تحديات لكن بينظر إليه على أنه اقتصاد يمكن أن يأتي وسرعة التعافي هيكون من بين الاقتصادات الأقصاد والأسع تعافيا إذا ما استقار الوضع الاقتصادي العالمي